المهم قرر اتحاد الكورة تنظيم مسابقة الدور العام بمشاركة الاهلي والترسانة وفاروق اللي هو الزمالك والسكة الحديد والاتحاد والأولمبي والطرام واليونان والمصري وبور فؤاد والإسماعيل وبدأ الدوري يوم الجمعة 22 أكتوبر سنة 1948 والإن عدد الفرق المشاركة في الموسم الأول للدوري كان 11 فريق فكان كل أسبوع بيتلعب خمس مباريات وبيتبقى فريق ما بيلعبش زي ما بنقول النهاردة كده الفرقة الفلانية باي وفي الأسبوع الأول ما لعبش فريق الترامي السكنداري وفي الأسبوع الأول فاز الأولمبي على الترسانة 1-0 والإسماعيلي على الاتحاد السكنداري 3-1 وتعادل السكة الحديد مع بور فؤاد 3-3 وفاروق اللي هو الزمالك النهاردة فاز على المصري 5-1 طيب الأهلي عمل إيه في الأسبوع الأول؟ كان أول لقاء للأهلي في البطولة مع نادي اليونان السكنداري يوم الحد 24 أكتوبر 1948 وكان بملعب فاروق بالجزيرة اللي أطلق عليه بعد كده استاد مختار التتش وحكم المباراة محمد السيد ومعاه عبدالله رفعت ومعاه كمان عبد الحميد العريشي في اليوم ده فاز الأهلي بنتيجة 5-0 أحرص الأهداف أحمد مكاوي أحرص هدفين وهدف واحد لكل من محمد لهيطة وحلمي أبو المعاطي وسيد بخيت ومثل الأهلي في أول مباراة للدور العام كمال حامد وسبح يونس وعبد المنعم شطارة وحلم أبو المعاطي وعبد العزيز همامي وسيد عثمان وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة وأحمد مكاوي وسيد بخيت وفتحي خطاب وأشرف على تنظيم المباراة محمود مختار ريتش مرائب الألعاب في النادي وأشادت الصحف بالتنظيم الجيد فكتبت مثلا صحيفة المؤطم كان النظام تاما جدا ليقذت المشرفين عليه من رجال النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود مختار الذي لا يقل جهدا في سبيل السير بهذا النادي العظيم نحو التقدم بإدخال وسائل التجديد والتحسين على ما فيه من منشآت كثيرة لراحة المتفرجين واللاعبين كذلك حتى صار مضرب الأمثال في الحسن ودقة النظام ورغم أن المباراة أقيمت في وسط الأسبوع وده طبعا يوم عمل وكان في الوقت ده المباراة ما بتجيبش إيراد كبير إلا يوم الجمعة لكن مباراة الأهلي واليونان جابت إيراد مية وستين جنيه ومئتين مليين وده كان مبلغ كبير قوي خاصة إن أعضاء النادي بيدخلوا المدرجات مجانا لمشاهدة المباراة وانتهى الموسم والأهلي بطل لأول بطولة دوري عام في تاريخ مصر أول موسم للدوري العام في تاريخ الكرة المصرية كان صعب جدا المنافسة على أشهد ده بين الأهلي والترسانة والإسماعيلي ووراهم فاروق والمصري والاتحاد وطبعا فاروق اللي هو نادي الزمالك حاليا كان موسم من أسخن مواسم الدوري فازل أهلي بالدوري بفارق أربع نقاط عن الترسانة والإسماعيلي في الموسم ده كان هدف الدوري السيد الدزوي نجم المصر وحط 15 هدف ومحمد دياب العطار ولقبه قديبة وده كان نجم الاتحاد السكندري وأحرز 13 هدف أما أهداف الأهلي فكان توته هدف الأهلي برصيد 11 هدف بعدين يجي فؤاد صدقي وجاب 10 أهداف وأحمد مكاوي وجاب 8 أهداف وهكذا كتب الأهلي اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم المصرية كأول نادي مصري يفوز ببطولة الدوري العام وأصبحت بطولة الدوري العام هي البطولة المفضلة للنادي الأهلي على مدى تاريخه خلال